في ظل تلك المشاكل والتخبط في القرارات السياسية التي لا تهم أمن ومصلحة المواطن لا يمكن التكاهن بالقادم خصوصا وأن البلاد تنتقل من أزمة إلى أخرى ولليوم الثامن على التوالي خرجي المعاهد التقنية وكليات الهندسة يلغون الشركات النفطية في ذيقار احتجاجا على عدم شمولهم بالتعيين ضمن موازنة 2021 دقينا هواي بيبان وصلنا لهواي نواب لكن للأسف الشديد ما حد وقفوا يعني ما حد شاف حالتنا على وغم احنا اكثر شريحة مظلومة من هما شريحة الخرجين الشباب الواعين وهذا بلدنا احنا اللي نستاهله احنا اللي نستاهله ما حد يستاهله غيرنا مطلبنا مو صعب وأعدادنا مو هوية مطلبنا هو حتى متعين مطلبنا هو عقد عقد في شركة نفط ذيقار نطلب من وزير النفط المحترم من سيادتي ان يتم منحنا القبول والاستثناء من قيد الاستمارة الكترونية مثل ما تعرف اخي الكريم استمارة الكترونية محاصصة الاحزاب جاي تلعب عليه وتر على وتر عامل الوقت ويقول لي من لون احنا صالنا سنة ما مالين هذا وطالب المحتصمين باستثنائهم من الاستمارة الالكترونية وصرح ممثلين معاهد والكليات بان الطلب لن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم واكدوا ان كان يتتصعيد وبقوة في الايام القادمة ان لم تتنفذ مطالبهم وحقهم في التعيين احنا هنا نطالب استثناء من الاستمارة الالكترونية التي طلقتها مجلس الخدمة لانه نحرف مجلس الخدمة انه يصير بها تسويف مماطلة ويصير بها درجات محاصصة لذلك احنا اليوم احنا جايبين خيمنا وقعدنا ونبات ليل مع نهار ما نرجع الا انه التعيين جاينا بس ما لهنا كي رسالة الى المجتمع الذقاري بالتحديد على ان يتقبلوا ما نحن عليه بسبب الوعود الكاذبة اليوم الازمة في البنزين والمشتقات النفطية ما اوصلنا اليه هي الوعود الكاذبة من قبل الحكومة المركزية ومن قبل معالي وزير النفط هناك تخصيصات مالية مصرح بها بكتب رسمية من قبل مدراء الشركات النفطية باستيعابهم لاعدادنا وكذلك استيعابهم لتخصصاتنا وفي ظل هذا التهميش لطبقة المعاهد والكليات تعيش ذقار اليوم خلال هذه الايام ازمة ونقص حاتف البنزين والجاز هذا وقد اتهم مدير المنتوجات النفطية علي حسين المحتجين بانهم السبب في هذه الازمة وقد عز المتظاهرين المحتصمين بان احتجاجهم وغلقهم للمصافي حق دستورية وهو اسلوب من اساليب التصعيد من امام شركة توزيع المنتجات النفطية هاهم الخريجين يفترشون الارض ويلتحفون السماء نعم عندما يثور الواعي فهو عكس ما يثور اي كان فثورة الواعي من المحال ان تنتهي دون ان تهدم اسوار الظلم ولا تتراجعوا دون تحقيق الاهداف والمطالب من ذقار مجتبى صالح قناة WTV وطن